خلينا نروح لبعض الأخبار الخاصة بناجي زمالك زمالك بيصرف بعض المستحقات لأسوريو ومش أسوريو بس الحقيقة يعني المستحقات المتبقية لأسوريو مش أسوريو بس فيه كمان بعض المستحقات لفتوح وبعض المستحقات لبعض اللي عبيد وإحنا كنا قلنا هنا في البريمو إن فيه بعض من رجال الأعمال هيساعدوا ناجي زمالك في الفترةヤ Highway عشان يعدى بين مرحلة أو فريق كورة بناجي زمالك عشان يعد بالمرحلة الصعبة اللي هي ما فيهاش فلوس والمستحقات ودي بتأثر بشكل كبير على اللعبين والجهاز الفني وبالتالي الرجال أعمال أوفوا بعضهم ويعني حطوا فلوس لدفع المستحقات الخاصة بالمدير الفني وكامل مستحقاته دلوقتي وجزء من مستحقات واحد زي فتوح اللي ممكن كان عنده مستحقات كبيرة جدا بنتكلم في 7.5 مليون جنيه بالنسبة للفتوح أخد جزء منها وده بقول ده كنا قلناه قبل كده هنا في البريمو وإن فيه بعض من رجال أعمال هيدفعوا فلوس للنزة مالك في الفترة القادمة وبالتالي ده اللي حصل معه سوري وفتوح في توقيت الحالي طيب كان فيه تصريح لأستاذ الدكتور عماد البناني المدير التنفيذ للنزة مالك مبارح إن بأصلحة الدرائب خفضت الفلوس الخاصة به نادي أو مديونات نادي الزمالك لمصلحة الدرائب ولكن مصلحة الدرائب بتنفي تخفيض هذه المديونات دلوقتي يعني دي التصريحات مبارح الدكتور عماد البناني النهارده فيه بيان بيتنفي فيه مصلحة الدرائب ما أعلنه دكتور عماد البناني المدير التنفيذي عليه بقى نادي الزمالك كام أصلا نتكلم عليه مليار مليار ومتين مليون جنيه بس يعني ده كفاء المبلغ يعني مبلغ كبير حقيقة ودكتور عماد قالك المليار ومتين مليون دول اتخفضوا لربعمائة ربعمائة مليون وهنا ده بقى النفي اللي حصل من آآ آآ مصلحة الدرائب الحقيقة يعني البيان الرسمي من مصلحة الدرائب بتقولك بعد يعني هنصدق مين بقى هنصدق مصلحة الدرائب وده بيان رسمي من جاة حكومية الحقيقة ولا آآ يعني المدير التنفيذي نادي الزمالك اللي هو برضو جاي من جاة حكومية ومتعين من وزارة او مدريت الشباب ورياضة بالجيزة اللي هو طبعا يعني القامة الكبيرة جدا دكتور عماد البناني الحقيقة حقيقة ممكن يكون واخد وعد عشان بس برضو ممكن تكون حاجة يعني وعد هيتمتاخد وممكن يتنفذ لكن الاعلان عنه قبل ما يتنفذ ده برضو الشيء مش جايد ممكن هو عايز يفرح جمهور الزمالك عايز يفرح الناس انه ممكن يكون فيه فلوس هتتخفض على الزمالك لكن لما تتخفض ممكن نقول انه تخفضت ده يعني جزء مهم جدا يعني عشان كده مصلحة الدرائب طلعت من خلال بيان خاص بيها نفت تغفيد الدرائب على آآ نادي الزمالك اللي بتصل لمليار ومتين مليون جنيه بكرة المحترفين لنادي الزمالك هيكون متواجدين جزء منهم يعني هيكون متواجدين بنتكلم على حمذة المثوسي والجزيري دول هيكون موجودين السنائي بقى سامسون أكينولا وابراهيما نضايا حتى الان يعني ده مشكلة فيه بعض الاوراق لسه مش هيجوا بكرة هممكن خلال ايام هيكون متواجدين مع نادي الزمالك بناس 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 بناس